موسيقى أهلا بكم عزيزان ومشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها خيارات السلام الممكنة من مشاورات الكويت موسيقى ما هو السلام المطلوب من مشاورات الكويت سؤال باتت الإجابة عليه أصعب بكثير مما نتصور فالسلام الذي يعني إزالة كل مظاهر الحرب والإنقلاب لن يتحقق في نظر كثير من المراقبين إلا عبر التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 22-16 ولا يحتمل معه أي تفسير آخر ولا يقبل بما يحاول البعض تسويقه في شكل صيغة مشوهة من التسويات التي تجعل من السلام أي شيء آخر إلا أن يكون سلاما ثم التسريبات ذات مصداقية تأتي من أوساط مشاورات الكويت تكشف عن أن جبهة مضادة لهذا السلام قد تشكلت وأن هدفها الالتفاف على أجندة المشاورات ومرجعياتها يأتي ذلك فيما ينضي المبعوث الأممي في تأليم الضغوط على الحكومة لإبقائها في دائرة التفاوض وإبقاء المشاورات متحررة من أي ضوابط أو سقوف زمنية محددة إلى حد تصبح معه أشبه بما تكون أشبه بدائرة مفرغة سنحاول في هذه الحلقة أن نستقرأ عن قرب الصيغة المتوقعة لسلام يراد له أن يأتي على أكتاف المتحاولين في الكويت على أي شاكلة كانت ونتساءل ضمن أسئلة عديدة عما إذا كان القرار الأممي لا زال هو المرجعية المفصلية في مشاورات الكويت أم أنه أصبح محورا ثانوي للإجابة على هذه التساؤلات سوف ينضم إلينا من بيروت عبر الأقمار الصناعية أعضو المكتب السياسي لأنصر الله محمد البخيتي ومن القاهرة الكاتب والصحفي غمدان اليوسفي ورحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك ما هو شكل السلام الذي يطالب به كل طرف من أطراف المشاورات في الكويت برأيك والبداية معك أستاذ البخيتي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أساس المشكلة عندنا في اليمن هي غياب الحل السياسي لأن التدعية الآن التي تحصل هي نتيجة الغياب الحل السياسي القائم على الشراكة العادلة والقائم على التوافق فإذن أساس تحقيق السلام في اليمن يقوم على هذا الأساس أن على كل القوى السياسية أن تعترف بطرف الآخر وأن تعترف بأن العملية السياسية هي عملية توافقية وأن لا ترهن وجودها أو مصيرها أو مستقبلها بالقضاء على الطرف الآخر عندما تتحقق هذه الجناعة عند كل الأطراف في هذه الحالة فسيكون السلام ممكن في اليمن جيد ماذا عنك أستاذ غمدان؟ النظرة التي طرحها الأخ محمد البخيتي وهذه ربما يعني منطق محمد البخيتي كثير يطرح كثير من العقل لكن في المقابل من الذي يدور في الميدان هذه مسألة أخرى سأتحدث عن مسألة الإقصاء إذا بدأ هو بالحديث عن مسألة إقصاء الآخر يعني نلاحظ ما هو موجود أساسا في اليمن لينظر إلى نفسه أين هو الآن هو في بيروت ومحمي من قبل جماعاتي أنا أتحدث إليه من القاهرة بينما ينتظروني سواء السجن أو القاتل في العاصمة صنعا هل نتحدث عن هذا الإقصاء الذي يعني هو تحديدا سوف نفهم منهما الذي يقصده بالشراكة الذي تحدث عنها في إجابته على السؤال الأول أشكركم ضيفي الكريمين وبناء على هذه الإجابات سوف يبدأ نقاشنا لهذه الحلقة بالعودة إليكم أعزائي المشاهدين وإليك سيدة البخيتي إذن هل تعتقد أن أداءكم في الكويت بناء على إجابتك السابقة يمكن أن يفهم بأنه خطوة نحو تطبيق القرار الأمم 22-16 الذي ذهب الجميع إلى هناك على أساس تطبيقه طبعا بالنسبة للقرار مجلس سلام هو قرار غير قابل للتطبيق لذلك تم الاتفاق على أن يكون أحد مرجعيات أي تسوية سياسية في اليمن ولأنه أي حل لا بد أن يكون على أساس التوافق وأيضا قرار مجلس سلام الأخير وأيضا القرارات التي قبله هي أكدت على قضية التوافق وضرورة أن يكون هناك وجود عملية سياسية متبق عليها بين جميع الأطراف هذا من ناحية ثانية أريد أيضا أن نعلق على ما قاله الأخ غمدان طبعا أخ غمدان تعرف عندما يكون هناك حرب وعندما يصر أحد الأطراف على استنظار هذا الحرب دعنا من رد على غمدان الآن أستاذ محمد لو تكرمت يعني هذا سيقودنا إلى سيقال ليس مقاله الآن إذن أنت سيد محمد البخيتي تنفي تماما نيتكم تنفيذ القرار الأمم 22-16 ومن خلال حديثك الآن بأنه قرار غير قابل للتطبيق إذن لماذا ذهبتم إلى الكويت؟ لم يكن هو المرجعية الأساسية للتفاوض؟ طبعا كمرجعي أو أحد المرجعية أيضا مخرجات الحوار الوطني هي المرجعية الرئيسية التي ينبغي أن نرجع إليها وقرارات مجلس الأمن وكذلك حتى الموادر الخليجية ومخرجات الحوار الوطني هي أكدت على قضية أن يكون هناك سلطة انتقالية متفق عليها على أساس الشراكة العادلة وأيضا التوافق إذن هذا يعني لب كل القرارات وأيضا أساس مخرجات الحوار الوطني وأيضا اتفاق السلم الشراكة الوطنية الذي تنصل منه البعض الذي تنصل منه الجماعة مليشيا الحوثي يعني بالأخير هي التي وقعت عليه هي التي راقعت عنه وهو أصلا غير وارد في مرقعيات سيد محمد البخيتي دعني أنتقل إلى أستاذ غبدانا اليوسفي في القاهرة كيف تنظر إلى هذا الرد من السيد محمد البخيتي يتحدث بأن القرار غير يعني وارد يعني في حساباتهم وفي نفس الوقت يذكر هذه المرقعية ويسردها يعني كيف تفهم أنت هذا الطرح يعني محمد البخيتي أساسا يعني هو بعيد عن هذا الصبت الذي يتحاور في الكويت وهو يعرف أساسا أن المشاورات في الكويت يعني قامت على هذه الأسس منذ بداية الذهب إلى هناك وحين انسحب أو يعني علق الوفد الحكومي مشاورته أو مشاركته في المشاورات كان لذات السبب أن هناك حديث يدور لأنه في النهاية معهم مجموعة من الشباب المراهقين الذين لا يدركون أساسا ما الذي سببوه من شرخ اقتصادي ومجتمعي وسياسي واجتماعي وكل شيء يعني ويناقشون في يعني يناقش على الطاولة على بناء على هذه المرجعيات ثم بعد قليل يعني يتحدث يعني أنا أقصد تحديدا يعني حمزة الحوثي ومهدي المشطة هذين تخيلي أن هذين الشخصين هما يمثل بلد يعني أمام العالم ومنطقهم بهذا المنطق أنه يذهب إلى هناك يناقش في هذه الساعة ويقول أنه يعني أتى إلى هنا بناء على القرارات الأممية ثم بعد يعني دقائق يقول أنه لا يعترف بالقرارات الأممية هذا منطقهم يعني المزاجية المزاجية سواء في النقاش سواء في الحوار سواء في يعني حتى في مسألة يعني إذا نظرنا إلى التعينات على هذا الواقع يعني هذه التعينات الجارفة التي يعني بالأمس تخيلي بالأمس فقط يعني تم إصدار قرارات لتسعة وعشرين مدير عام في داخل وزارة واحدة التي هي وزارة الخدمة المدنية وكل الألقاب في نهايتها المؤيد الشامي المتوكل وما إلى ذلك من هذه الألقاب ويتحدث محمد البخيتي عن الإقصاء أين الإقصاء مما يدور من منطقه هذا يعني مسألة القرار الأممي صدر بناءا لماذا صدر القرار الأممي؟ صدر القرار الأممي أساسا في مرحلة يعني للغي الإنقلاب الذي أساسا يعني هم قد كانوا ألغوا يعني كل شيء باتفاق السلم الشركة مع ذلك أساسا لا يريدوا شراكة ولا يريدوا يعني أن يكونوا شركة ولا يريدوا للآخرين أن يكونوا حتى شركة معهم نعم يا غمدان نعم أستاذ غمدان نفهم منه تحديدا أستاذ محمد البخيتي يعني فعلا منطقك ليس مفهوم تماما يعني أنت ذكرت القرارة الأممية كواحدة من المرقعيات المفاوضات في الكويت وبنفس الوقت تحدثت عنها غير قابلة للتنفيذ يعني ربما فكرتك ليست واضحة ما هي المرقعيات التي على أساسها سوف يتم الاتفاق في الكويت ما الذي تردونه أنتم بالضبط من الكويت أساسا عندما نرجع إلى قرار مجلس الأمن الأخير هو أيضا يتحدث عن ضرورة لاجتماع كل القوى السياسية للخروج باتفاق لحل الأزمة هذا من ناحية من ناحية ثانية أنا عندما تحدثت عن هذا القرار غير قابل للتطبيق نعم هناك بنود غير قابل للتطبيق مثلا هذا القرار هو شرعا العدوان من جانب وأيضا يقول أنه لا يحق للشعب اليمني بأن يدافع عن نفسه يعني أحد بنوده هي تقول بأن عدم القيام بأي عمليات استفزازية للسعودية على الحدود لماذا إذا ذهبتوا؟ العدوان لا هذا أقول لك أيضا وكمل يعني يتيح لكثير من الدول أن تستخدم كل قوة العسكرية في العدوان على اليمن ويحرم الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه نحن نقول أن ما يقرر مجل السلام هو ليس قرآن نعم الله سبحانه وتعالى يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم لذلك الشعب اليمني تحرك للدفاع عن نفسه الآن اللجان الشعبية والجيش اليمنية هم الآن داخل الأراضي السعودية كرد على العدوان السعودي سيد محمد فقط للتذكير يعني ما يحدث في الحلود السعودية هو اتفاق تم بينكم وبين الطرف السعودي هذا من جانب لكن الاعتداءات الحرب الداخلية التي أعلنتموها على المحافظات اليمنية لا زالت جارية على قدم المساق لا زال القصف يومي على محافظات تعز وعلى محافظات أخرى يعني هذا موضوع يعرفه الجميع لا أفهم يعني أي عدوان تتحدث عنها العدوان الذي تذكره أنتم أقريتم معه صفقات وهدنة واتفاقية وانتهى الأمر طبعا عندما نراجع قبل التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار الكثير من قيادات المتعاونين مع العدوان سواء في مارب أو في البيضاء أو في تعز أعلنوا بشكل واضح وصريح أنهم غير معانيين بوقف اطلاق النار لذلك كنا نتوقع أن يكون هناك خرق من قبل هذه الجماعات الوقف اطلاق النار والجميع يعرف أن المخلافي في قناة الجزيرة تحدث بشكل واضح وصريح أنه غير معاني بأي وقف الاطلاق النار إذن حصلت اختراقها وأيضا الآن حتى على جانب الحدود اليمنية السعودية حصل اختراق من قبل السعودية وحصلت ردود من قبل الجيش واللجان الشعبية إذن إذا لم يكون هناك الأساس والنوايا الصادقة مثلا قرار مجلس الأمن عندما نحن يكرروا قرار مجلس الأمن ليس قرآن يعني يستشدوا بقرار مجلس الأمن وكأنه قرآن لماذا ذهبنا للحوار في الكويت؟ لأن هذه المرجعيات بحاجة إلى حوار بحاجة إلى استخلاص نتائج منها بالتوافق بين كل القوى السياسية وإلا لو لم يكن هناك كان قرآن لو اعتبرنا أنه قرار مجلس الأمن قرآن هل ما في حاجة للنقاش عليه؟ هل ممكن نحن نتناقش على القبول بالقرآن وتنفيذ القرآن الكريم؟ الحديث عن إقراءات تنفيذ هذا القرار والبدو أنتم أبديتم موافقة على ذلك وأعلن ذلك المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي بأنكم ذاهبون إلى الكويت لتنفيذ القرار وأنه تلقى موافقة منكم سيد غمدان اليوسف كيف نفهم هذه التصريحات؟ هل تعتقد بأنه فعلا هناك مسار آخر للتفاوض غير ذلك المسار الذي نسمع به ونعرفه من خلال تصريحات ولد الشيخ لأن ما يترحه الآن الطرف الآخر مختلف تماما؟ ما زالت النوايا حتى هذه اللحظة من قبل المجتمع الدولي أن هناك قرار وهناك مسار لتطبيق هذا القرار والمشاورات تقري على ماذا؟ على هذا المسار الذي هو لتنفيذ هذا القرار الأممي الذي يرى أنه ليس قرآن محمد لكن هو قرار مجمع عليه دوليا وتعترف به الجماعة منذ وقت مبكر ولكن هناك الإشكالية في مسألة التطبيق لديهم رؤى إقصائية تعتقد أن عبد الربو منصور ليس له داعي في هذه المرحلة ليس الدفاعا عن عبد الربو طبعا أنا أتحدث بقدر ما أتحدث عن أنه هو الرئيس الشرعي المخول الوحيد الذي مخول بإصدار قرار بتشكيل أي لجنة لتنفيذ أي مخرج من أو لتنفيذ أي لجنة من اللجانة التي ستنفذ القرار الأممي والتي يجري التشاور حولها في الكويت محمد البخيتي حديثه في وادي وما يدور في الكويت في وادي آخر شكلت اللجانة اللجانة التي شكلت بناء على القرار الأممي وما سيسير عليه الأمر هو القرار الأممي والإصرار والصراع والانسحابات والعودة كلها تدور حول القرار الأممي هو يرى أنه ليس قرآن لكن بالنسبة للمجتمع الدولي أن هذا هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية لأنه أساساً هذا القرار هو لإعادة الأمور إلى مرحلة ما قبل الإنقلاب الإشكالية في الإنقلاب وليست في أي نقاش سياسي آخر وليس في اختلاف سياسي وليس في اختلاف على مسألة الدستور وليس في اختلاف الإشكالية كلها بنيت على أنه تم الإنقلاب على عملية سياسية بالكامل كان الحوثيين مشاركين فيها وكانوا وصلوا إلى مرحلة يعني أن تزعوا اتفاق السلم والشراكة انتزاع من بين أفواه أحزاب ضعيفة ورئاسة ضعيفة وحكومة ضعيفة واستطاعوا من خلال هذا الاتفاق القفز على مرحلة ما قبل عمران ما قبل صعداء ما قبل كل تلك الصراعات الدموية والسيطرة على مؤسس الدولة في تلك المناطق ومع ذلك تغاضى الناس عن هذا الأمر لكن لم يكن سقطهم هنا فقط كان سقطهم العودة إلى مرحلة تاريخية بعيدة المدى تتضح يوم وراء آخر أنها هي الهدف من ذلك الانقلاب نعم نعم إذن الموضوع الرئيسي والأساسي والذي يدور حوله القرار الأممي هو موضوع الانقلاب وهو يعني الإشكالية الأكبر الفكرة الآن تتمحور حول انقلاب قمتم به سيد محمد البخيتي قامت به الميليشية الحوثية بالتعاون طبعا مع قوات المخلوع صالح والقرار الأممي في أول بنود وهي تحدث عن إنهاء كافة مظاهر الانقلاب والانسحاب من المدن وإعادة السلاح المنهوب السلاح الذي تم نهبه من مؤسسات الدولة العسكرية يعني كيف يمكن أن نقفز على هذه البنود التي هي تعتبر روح وقوهر القرار الأممي السؤال لك سيد محمد البخيتي نعم هنا نعود لنفس المشكلة يعني الأخوان طرف الآخر دائما يطرح قرار مجل السلام وكأنه قرآن وهذا الشيء غير صحيح نحن لا نتحدث عن قرآن ولا عن سنة نتحدث عن مرجعيات أساسية توفقت عليها الأطراف يعني دعك من القرآن هذا ليس قرآن مرجعية مرجعية تم التفاق عليها وتم الإقرار والاتفاق على إنها أساسية وسيدون حولها النقاش دعني أختي الفضل يعني هذا قرارة مجل السلام هي يطرحها الأخوان كأنها قرآن هي الآن محل نقاش وأيهما أي بند ينفذ قبل الآخر مثلا الآن الخلافة قرار مجلس الأمن تعرض لقضية تسليم السلاح والانسحاب من المدن هذا الشيء أيضا من مخرجات الحوار الوطني يعني لا خلافة عليه وأيضا اتفاق السلم والشاركة الوطنية أكد على هذا الحال لكن أيهما لأي خطوة تسبق الأخرى هذا من ناحية من ناحية ثانية هذا القرار أخترق من جميع الأطراف مثلا الآن تغيير هذه أعتبر الحزب الاشتراكي والحزب الناصري أن تغيير هذه لبحاح هو خرق القرار مجلس الأمن أيضا الآن عندما يرفع علم الانفصال في المناطق التي تحت سيطرة ما يسمى بالشرعية لا يرفعون العلم الجمهوري نعم سيد محمد هذه مواضيع هذا خرق القرار مجلس الأمن هذه تداعيات طبيعية للانقلاب والحر التي أعلنتموها نحن في نقطة الانقلاب الآن نعم نحن في نقطة لازمنا في نقطة الانقلاب هو ليس انقلاب سوف نخصص حلقات قادمة لتداعيات الانقلاب وما تركته من آثار وخيمة ليس فقط على مستوى النسيق الاجتماعي اليمني وإيضا نوئنا على مستوى الأرض والإنسان اليمني بشكل عام نحن نتحدث الآن عن نقطة الانقلاب وفكرة الانسحاب من المدر وإعادة السلاح إلى الدرس نعم أنا أقول لك هذا ليس انقلاب طيب هذا ليس انقلاب لما ذا؟ لأن لنرى العملية السياسية التي قامت في اليمن هي خصصا بعد مؤتمر الحوار الوطني وأيضا في قبل الحوار حتى على أساس المبادرة للغليجين المبادرة للغليجين العملية السياسية قامت على أساس التوافق لكن التوافق كان فقط بين قوتين رئيسيتين المؤتمر الشعبي وحزب الأصلح بعد مؤتمر الحوار الوطني العملية السياسية أصبحت قائمة على أساس التوافق بين جميع القوى السياسية من قال لك بأنها كانت في المؤتمر عفوا سيد محمد المبادرة الخليجية والحوار الوطني هي اتفاقية شاركت فيها كل القوى الوطنية وليس فقط للمؤتمر والإصلاح حتى أنتم كنتم مشاركين فيها لا ليس في المؤتمر الخليجية كان هناك قوى رئيسية غير موجودة في المبادرة الخليجية ثلاثة قوى رئيسية شباب الثورة الحراك الجنوبي انصار الله كانت قوى رئيسية موجودة على الساحة لم يتم استيعافة في البادرة الخليجية لكن بعد الحوار الوطني كان هناك عملية قائمة على أساس التوافق بين كل القوى السياسية ما في ذلك أنصار الله وأيضا الشباب الثورة لأنه تم إشراكهم في الحوار الوطني أيضا الحراك الجنوبي ولو بشكل جزئي إذن العملية السياسية هي قائمة على أساس التوافق طيب من أنقلب على هذه العملية التوافقية أليس هادي والأحزاب المؤيدة له كيف انقلبتها هل لم يرفضت؟ كيف انقلب هادي على مخرجات مؤتمر الحوار؟ أبه لك بعضهم هل تتذكر بأنه حتى تم اختطاف بعد إسقاط الدولة تم اختطاف أمين عام مؤتمر الحوار واحتجازه لديكم وهو يحمل مسودة الدستور؟ طبعا لأنه كان هناك يريد أن ينقلب على العملية السياسية لأنه من ضمن الاتفاقات من اتفاق السلم والشراكة الوطنية أن يتم تعديل بعض المواد في الدستور لأنه شوفي الدستور هو تشريع المستقبل هو ليس قانون القانون يخضع القانون الغالبية لكن الدستور لا يخضع حتى القانون الغالبية ورغم أن غالبية الشعب اليمني كانوا ضد مسودة الدستور إذن ومسودة الدستور لابد أن تقوم على أساس التوافق طيب من أراد أن يتجاوز هذا المبدأ والذي قامت على أساس العملية السياسية أليس أحمد بن مبارك الذين أرادوا الإنقلاب على العملية السياسية بالإنفراد بالقرار السياسي في الدستور فيما يتعلق بالدستور شوفي العملية عملية سياسية توافقية والدستور يجب أن يكون توافقية كان هناك انقلاب عن العملية السياسية من قبل أن تطرح طرحها نعم سيد محمد البخيتي أنت تطرح الآن طرح جديد ربما على كل اليمنيين هذه الرواية أنا شخصيا لم أفهمها أتمنى أن يكون قد استوعب سيد غمضان ريسو فيه في القاهرة ما تقصده كيف أن الرئيس هادي انقلب على الحوار وهو الذي أدخل البلد في ما وصلت إليه هل استوعبت هذا الطرح الذي يحاول الآن أن يوصله لنا سيد البخيتي يعني هو من المثير للسخرية مفردة قالها محمد البخيتي لما قال أنه الدستور لا يبنى على التوافق المجتمعي بهذا المعنى يعني أنه لا يبنى على التصويت يعني تخيل أن الدستور لا يبنى على تصويت الناس بينما يبنى فقط على موافقات يعني آل البيت يعني كما هذا الواضح من حديثه يعني تحديداً فمسودة الدستور التي ذهبت إلى يعني إلى الرئيس عبد الرب منصر هادي صاغوها مجموعة بينهم ممثلين الحوثيين في الإمارات العربية المتحدة واستمرت اللجنة لصياغة الدستور هناك لمدة سبعة أشهر بعد أن استخرجت هذه المواد من المسودة أو وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي دار النقاش عليها أيضاً تسعة أشهر لم يعني تم التوقيع حتى هذه اللحظة هناك توقيع لممثل الحوثيين في هذه المسودة وهذا الكلام أعتقد أن الجميع يجب أن يعرفوا أن المسودة التي كانت سترفع إلى رئيس الجمهورية تلك المسودة هي المتفق عليها كان هناك نقاش خلاف حول مسألة الأقاليم ظهرت هذه المشكلة في مرحلة ما بعد هذه النقاشات الآن يحاولهم أساساً أن يبحثوا على مسألة لتبرير الإنقلاب ولتبرير ما سمي بعد ذلك باللجنة الثورية ووثيقة مش عارف أي شي اسمها وكل هذه يعني في النهاية كان هناك مخطط واضح أعتقد أن الناس أدركوا هذه المسألة مسألة إنك تظل تبرر الآن لماذا انقلب يعني لن تجد أساساً مبرر أساسي لأنه إذا كان الناس أساساً لا يرغبون بمسألة اتفاق السلم والشتراكة مع ذلك تفويضاً للأحزاب السياسية من قبل المجتمع وافقاً وتحت ضغط السلاح نعم وتحت ضغط السلاح طبعاً وافق الناس لكي يمتصوا يعني مسألة الدمار المفترض الذي كان يفترض أن يحصل في حال تم يعني عدم التوافق يعني نحن ندرك كم ذهب بن عمر وكم ذهبت لجان إلى عبد الملك الحوثي وكم فتشوا وكم أهينوا وكم نزعت تلفوناتهم وكم يعني إلى درجة الأمر كان مهين في تلك المرحلة ومع ذلك وصلنا إلى اتفاق السلم والشتراكة وكان الناس المثقفين والمهتمين والسياسيين في بيوتهم ينظروا إلى هذا الاتفاق ويكادوا أن يبكوا بأن البلد يذهب إلى ضغط جماعة مسلحة لكي تدخل أفرادها في قوة مسلحة خصوصاً هذه النقطة تحديدة ومع ذلك الناس يعني استسلمت للأمر الواقع وأنه ومع ذلك لم نسلم الحرب ولا الخراب إذن سيد البخيتي هناك من يرى بأن السلام لن يبدأ في الكويت وإنما سوف يبدأ داخل ميليشيا الحوثي نفسها حينما تقرر أن تتحول إلى جماعة سياسية تؤمن بالديمقراطية وتداول السلمي للسلطة حينما تقرر ميليشيا الحوثي أن تسلم السلاح للدولة وتعود كطرف سياسي ضمن أطراف على طاولة حوار هذه هي بداية السلام التي يعتقد الكثير من المراقبة بأنها نقطة انطلاقة السلام حقيقي قبلها ومع استحواذ الميليشيا الحوثية للسلاح لا يمكن الحديث عن سلام طيب قبل أن أعلق أرد على سؤالك إذن أريد أن أعلق على ما جاء في كلام الأخ قمدان عندما قال بأن الدستور هو لا بد أن يخضع للتصويت نعم ولكن قبل أن يطرح للتصويت عليه لا بد أن يكون محل التوافق أقل شيء القوى الرئيسية لأنه حتى الأقليات لا بد أن تأخذ في الاعتبار في سياقة الدستور بعد ذلك يوضع للتصويت لأنه عندما يوضع أي دستور للتصويت في هذه الحالة هو يجري المفاوقة الموافقة عليه لم يحصل في التاريخ أن تم طرح دستور ولم يتم التوافق ولم يحصل على الغالبية لماذا؟ لأنه في البداية يخضع للتوافق يستوعب جميع العراء لذلك شوف الدستور لم يكن موافقة عليه بعض البنود بعض الموادة لم يكن موافقة عليه انصار الله لم يكن موافقة عليها الحزب الاشتراكي لم يكن موافقة عليها الحراكة الجنوبي نعم إذن هناك قوة رئيسية مع دراء سيد الحمد إذا أنتم أسقطتم الدولة وأعلنتم الحرب على الداخل والخارج لأنكم معترضون على بعض البنود الدستور لا أختي الفاضل هذا غير صحيح يعني من شوفي في بداية الحرب من بدأ في استهداف المعسكرات هو هادي ومن معه والذين كانوا مليشياته عندما بدأوا عملية في الجنوب عملية لإسقاط المعسكرات وأولها كانوا معسكر الأمن المركزي في عدن وقاموا بتبح الجنود بعد هذا الحوطة هم من سارعوا الى استهداف المعسكرات لكن دعيني لكن سيد محمد هادي يتقاتل مع معسكراته يعني ما شأنكم أنتم على افتراض النظائي كلاهما صحيح يعني يعني ما شأنك أنت دولة بمعسكراتها يتقاتلوا مع بعضهم يعني بصفتك من أنت تتدخل وتسقطت دولة عندما يأتي شخص لم يعد رئيس شرعي ويدعي بأنه رئيس شرعي ويقوم بجمع ميليشيا وأول ما وصل هذه إلى عدن ماذا قام حتى بطرد كل حراسته العسكريين واعتمد على الميليشيات غير العسكرية وبدأ في مهاجمة المعسكرات نحن من مسؤوليتنا كشعب من حق الشعب اليمني أن يتدخل لحماية نفسه مثلا من الإرهاب أن يتدخل لحماية المؤسسات العسكرية أنتم اسقطتم الدولة ولاحقتم الرئيس سيد محمد أختي الفاضلة دعني أكمل الرجال الآن عندما يأتي الطرف الآخر ويقول ويبرر التدخل الخارجي يكصف المعسكرات يكصف كل مؤسسات الدولة بحجة حماية الشرعية بحجة حماية اليمن من الإرهاب بحجة حماية المؤسسات العسكرية أو غيرها وليس من حق الشعب اليمني أن يحمي نفسه أو أن يحمي المعسكرات يعني شيء غريب يعني الطرف الآخر يستدعي الخارج للتدخل يعني شيء عادي يعني أنه يأتي الأمريكي يأتي المرتزقة مثلا من شركات أمنية بلاكوتر وغيرها لحماية معسكرات لحماية نام الإرهاب ولا يحق للشعب اليمني أو أبناء الشعب اليمني نعم سيد محمد إذن أنت تتحدث الآن عن أنتم تدخلتم لإنقاذ الشعب اليمني والدولة من التدخل الخارجي ومن الضرورة الآن التذكير بأن إسقاطكم للدولة ولمعسكرات الدولة وللعاصمة صنعة وملحاقتكم لرئيس الجمهورية إلى عدن كل هذا حدث ووصولكم إلى عدن وإلى تعز هذا كله كان قبل تدخل قوات التحالف العربي في 26 من مارس من العام الماضي سيد غمدان اليوسفي كيف تفهم هذا الطرح؟ إذن يبدو أن الجماعة متمسكة بالسلاح أنا أعلق الآن على كلامك وسأعود إليك لكن أنا فقط أريد تعليق من غمدان على هذا الطرح أول مرة أسمع عن تكريات أن الشعب هو اللي يحمي المعسكرات بدل أن المعسكرات هي اللي تحمي الشعب أو أن الشعب يحمي المعسكرات من الرئيس ربما هذا المنطقة الغريبة الساخر لم يحدث إلا في حدث جماعة الحوثي بعدين محمد الحوثي هو متحدث الآن بإسم جماعة مسلحة ومليشية مسلحة ويتحدث عن أن الرئيس عبد الربو محمد مليشية والرئيس عبد الربو حتى الآن ما زال رئيس جمهورية ولم يسقطهم الوحيدين الذين ليس مقتنعين أنه رئيس جمهورية فقط هذا الموضوع شخصي ذاتي يعني ليس خلافا منطقيا ولا شيء في النهاية عاده ما زال حتى هذه اللحظة الغالبية العظام من الشعب اليمني فيما عاد الجماعة المسلحة والسلاح الذي خرج من المعسكرات وبيقية لديه هو الوحيد الذي مش معترف بشرعية الرئيس عبد الربو منصرهادي نختلف أو نتفع على مسألة إدارة الرئيس عبد الربو منصرهادي على سوء على حسن لكن ما زال هو الرئيس الشرعي الذي يتخاطب معه العالم حتى هذه اللحظة بكونه رئيس جمهورية وتأتي ويتغير السفرة ويروح إلى هذه اللحظة يعني يقدموا أوراقهم أوراق اعتمادهم كسفرة في اليمن يعني لدى هذا الرئيس الذي مش مقتنع به الجماعة أو مش مقتنع به محمد البخيتي يعني في النهاية هذا الجدال أعتقد أنه أصبح محسوم يعني في النهاية عبد محمد البخيتي سيصدر يعني بعد أيام سيصدر قرار بتشكيل لجان من قبل الرئيس عبد الربو منصر هذه نفسه وسيلتزم بتنفيذ هذا اللح على اعتبار أنه أيضا عبد الربو منصر رئيس جمهورية وهم الذين لاحقوا إلى عدن عشان عشان يقتلوا الماليشيات التي تتبعه والتي هي أساسا قوة مسلحة تابعة للدولة وتستلم مرتبات من الدولة بينما هم لا يعتبر أنفسهم أنهم ماليشيات لأنهم دخلوا المعسكرات واقتحموها واستخدموا السلاح في قتل من أبناء تعز واستخدموا سلطاتهم في إحراق أبناء الحديدة الآن بالحر لأنه أساسا معهم أبو خرفشة في الحديدة ومسيطر على الأموال ومسيطر على الميناء ومسيطر على كل شيء مع ذلك مش مقدم لهم لمبة كهرباء يعني هذا المنطق الذي يعني يثير النزعات في داخل الناس المنطق السلالي الذي يعني اليوم تسبب بتجريف الدولة يعني اليوم سلموا مدير يعني قسموا البلد لأنه خلاص محافظة المحويت لبيت شرف الدين ومحافظة أبناء بيت المتوكل وأرادوا أن يسلموا تعز في مرحلة من المراحل لبيت الرميمة ما حصل لبيت الرميمة ما حصل يعني أنا أعتقد أنه ما حصل لبيت الرميمة في تلك المرحلة هو رسالة للمستقبل اليوم أنتم استدعيتم مزعى سيد غمدان أيضا هذه النقطة مهمة جدا تحدثت عنها التي هي التعيينة السلالية التي رافقت الفترة الماضية برأيك كيف يمكن أن يتم معالقتها وهي غير واردة بطبيعة الحال في مفاوضات الكويت الآن وهي مشكلة كبيرة يعني نحن نتحدث الآن عن أنه تم حوثنات الدولة بالكامل أي تسوية سياسية قادمة لا قيمة لها لأن المؤسسات العسكرية والمدنية صبحت بيدهم الآن بالضبط هذه هي الإشكالية التي يعني أذكر قال الأستاذ محمد قحطان في يوم من الأيام الله يحفظه وهو في السجون الحوثين اليوم وهذه المقولة يجب أن يعرف عنها الناس من كان محمد قحطان يوم أتى علي عبدالله صالح في الحرب الثانية واستدعى الأحزاب السياسية وكان بينهم محمد قحطان وقال له طلب من الأحزاب السياسية مساندة الحكومة في الهجوم على الحوثيين في صعدة ورد عليه محمد قحطان باللفظ وقال له يا علي عبدالله صالح يا فخامة الرئيس أنت الآن تستدعي في اليمنيين نزعة حميرية لمقاتلة نزعة هاشمية لا تستدعي هذه النزعة لا تستدعي فينا حميريتنا قالها بالحرب وهناك شهود كثير حضروا هذه المحادثة بين علي عبدالله صالح وبين محمد قحطان ومحمد قحطان اليوم يجاز بهذا الأمر اليوم استدعوا هذه النزعة الحوثيين استدعوا نزعة الكراهية لهذه الأسرة ولو أن كثير من هذه الأسر ليس لها أساساً دخل في هذا الذي يدور الآن لكن مع الأيام ستجر هذه الكراهية المجتمع اليمني إلى انتقام لا أحد يعرف أوله ولا أحد يعرف آخره هذا ليس تهديد بقدر ما هو تحذير مما سيحصل أنا أقول ما حصل البيت الرميمة في صبر حين تولت هذه المجموعة وقامت بقاتل النساء وأطفال بنزعة سلالية فقط بينما الناس تعايشوا معهم مئات السنين ما حتش عارف أنه بيت الرميمة أساساً في تعز أنهم كانوا آل البيت أو سادة أو هاشميين لكن ما حصل لهم بعد ذلك أعتقد أنه سيسري على كل بيت إذا لم ينتبهوا إلى هذه المسألة من اليوم هذه رسالة يجب أن يفهمها الحوثيون لأنهم استثاروا عليهم على هذه الأسر نقمة كل الناس الأسر الهاشمية أقلية في اليمن يجب أن لا ينسوا هذا الأمر نعم سيد غمدان نعم هناك شعب عريض يريد أن يعيش طيب طيب أستاذ غمدان سيد البخيتي يعني هناك حديث وهناك واقع أيضاً يترقم هذا الحديث بأن ميليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية استدعاء كما ذكر الأستاذ غمدان استدعاء كل الهويات الأولية ما قبله وطنية سواء المناطقية أو السلالية أو الطائفية هذا الاستدعاء الذي الآن يدمر النسيق الاجتماعي اليمني يعني هو واحد من مخاطر ومخاوف الناس لما بعد أي تسوية سياسية قادمة ما هي تطميناتكم لليمنيين بهذا الشأن خاصة وإنكم لازلتم تحملون السلاح وتمارسون نفس المنطق ونفس الممارسات التي تتطاولون عليها حتى على المجتمع الدولي وتستخف أنت الآن طبعاً قبل قليل بمرقعياته على أنه ليس قرآن منزل نعم طبعاً الحديث عن التهديد أو التلميح بحصول تصفيات طبعاً هذا كلام خطير وأنا استغرب هو ليس تلميح هو قد أنه تحذير نعم وقد حصل وحصل نعم وحصل وحصل يعني هذا الكلام كلام خير خطير وسيحصل طبيعاً أنه سيحصل ماذا منتظر من الناس وما أنا أقول لك شوف صح قد حصلت تصفيات كما حصل في تعز على أساس أسري لكن أنا أقول لك أن الشعب اليمني الآن قد أصبح واعياً يعني ولن يسمح الشعب اليمني بالضبط يجب أنك تعرف أنه واعي أنا أقول لك مثلاً ما حصل بعد عام 1962 بعد ثورة 1962 ما حصل من تصفيات على أنطاق واسع أنا أقول لك هذه كانت وصمة عار في تاريخ الشعب اليمني وهذا لن تتكرر أي تصفيات وأخشى أن تكون لا شيء تلك التصفيات أخشى أن لا تكون لا شيء مقابل ما زيحد لا لا أنا قرأ ممارساتكم ليس تهديد قرأ الممارسات فقط دعني أكمل يا أخي عمدان نعم نعم هو اليمنيين يكبروا على كل القراحة نحن دعنا الآن في الكويت وفي أننا لدينا حسنواية للمضيء إلى الأمام بمفاوضات السلام أين إقراءات بناء الثقة؟ بماذا أنتم تطمرون الناس يعني؟ إقراءات بناء الثقة التي كانت رقب الناس أنكم تنفذونها لم تنفذونها بل أنكم ذهبتم بالصحفين الذين كانوا مضربين قبل أيام عن الطعام نقلتهم الآن إلى أماكن مجهولة عوضاً عن إطلاق المعتقلين الوارد كبند لبناء الثقة سأرد على هذا لكن دعيني أكمل النقطة التي طرحها هي مهمة قبية التلميق تقاوزناها سيد محمد يعني خلينا الأنبياء للقمام نحن الأنبياء في الكويت مشهد نريد أن نفهد لأينا سيؤدي بنا لا 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 شوفي هذا يعني هذا توجه خطير أنا شوفي أنا لا أرضى يعني أنا أيضاً لا أريد الأخ غمداً أن يتحدث بهذا المنطق أنا بالنسبة لي أنا يعني أنا لست هاشمي حتى لا يعتقد البعض أني أدافع من باب يسلال لكن هذا المنطق منطق خطير لأنه مثلاً في فترة من الفترة في فترة علي عبد الله صالح من الذي حكم اليمن علي صالح وأسرته هل كان هناك خطاب بالتصفية لهذه الأسرة لا أيضاً أسرة آل الأحمر من حاشد يعني هم اللي حكموا وهم اللي سيطروا وكان الكثير منهم يعني يصبحوا كلهم في معسسات الدولة هل كان هناك خطاب من قبل قوة سياسية قتلتم جرتهم بيتهاشم بيتحاشد بيتكل الناس يعني هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام لن يكن هناك خطاب لكن قامت عليهم ثورة 11 فبراير وقضت على كل هذه الأحلام يعني أحلام الحكم اليمنى بالقوة انتهت في فبراير سيد البخيتي دعنا الآن ننتقي إلى خطوة إلى الأمام في هذا النقاش عن سيد البخيتي أتحدث عن إقراءات بناء الثقة ما الذي قدمتموه من إقراءات بناء الثقة الذي وعدتم بأنكم ماضيون باتقاهه طبعاً كما قلت لك أنه في البداية الحوار أنه إذا كان لا يزال هناك قوة ترهن مستقبلها ووجودها بالقضاء على الطرف الآخر فأنا أقول لك أنه لن نصل إلى أحد مثلاً التصريحات الأخيرة لرئيس حزب الإصلاح عندما تحدث بأنه ضرورة الحاسم وأيضاً قط رأس الحية يعني يقول أنصار الله لن تنتهي الأزمة في اليمن إلا بالقضاء عليهم طبعاً هذا المنطق هو الذي يعطل التوصل إلى حل نحن نقول بشكل واضح وصريح سواء بالاعتماد على مرجعيات التي تم الإتفاق على قرار مجلس الأمن أو المبادرة الخليجية مهما كانت المرجعيات ومخرجات الحوار الوطني لا بد في النهاية أن يكون هناك سلطة انتقالية تستوعب جميع الأطراف تستوعب الإصلاح تستوعب الاشتراكي تستوعب أنصار الله تستوعب المؤتمر الشعبي العام تستوعب الحراك نعم السلطة انتقالية لكن لا يستضرورة يعني قبلها سي تسليم السلح أن يكون هناك طيب سيد سيد قبلها تسليم السلح وإعادته من спасибо نعم بعدها شوفي الآن نحن نتكلم من الممطق يعني كيف بعدها الآن من يطالب شوفي من يطالب الآن بتسليم السلاح أو لإنسحاب من المدن قبل تشكيل السلطة الانتقالية فمعنى أنه لا يريد الحل لأنه لماذا نحن نسمي ما يحصل في الكويت حوار صح ولا لا لا يحق لأي طرف هو ليس حوار هو تفاوض بين سلطة شرعية والقلابين لا لا حوار حوار بين سلطة شرعية والقلابين هذا الوصف الدولي لما يحدث في الكويت ليس صحيح لم يتم البناء على هذا الأساس هل هناك توصيفات في هذا المؤتمر أنه بين شرعية نعم في القرار الدولي في القرار الدولي يصفكم بالمتمردين ويصفكم بالجماعة الانقلابية ويقضي بإنهام ظاهر الانقلاب كيف تفهموا أنتم القرار الدولي القرار المجلس الأمن هو ليس قرار هذا يعني بنكررها عدد مرات الآن مثلا قرار المتعلق بعدم الدفاع الشعب اليمني عن نفسه نقول لك لا هذا أحد بنود قرار المجلس الأمن هذا نقول لك أنه الشعب اليمني مهم أن يدافع عن نفسه نعم الشعب اليمني يدافع عن نفسه من المن لاحظة أختي الفضل الشعب اليمني الآن متمثلا باللجان الشعبية والجيش اليمني موجودين على نجران وجيزان وعسير ردا على العدوان السعودي طيب من حق الشعب اليمني عندما تاتي دولة تعتدي علي أن يدافع عن نفسه طيب يقول لي قرار مجلس الأمن قال لا تدافع عن نفسه لا نحن نتبع القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم نعم إذن أنتم لن تسلموا السلاح لن تسلموا السلاح ولن تتحولوا إلى جماعة سياسية شوفي شوفي أختي الفاضل أنا أقول لك بشكل واضح وصريح شوفي نعم السلاح ينبغي أن يسلم من جميع الأطراف لكن عندما يعتقد الطرف أنه بإمكانه أن يجبر أنصار الله على تسليم سلاحهم في مقابل احتفاظه بالسلاحة هذا الشيء غير ممكن أقول لك الآن مستحيل أيضا عندما يطالبوا بأنه طرف يسلم سلاحه للطرف الآخر هذا غير مقبول ينبغي بناء سلطة انتقالية مقبولة من جميع الأطراف وهذا السلطة الانتقالية هي التي ستستلم السلاح ليس فقط من أنصار الله وماذا عن الانقلاب الذي قمتم به والتدمير والتقريف للدولة خلال العام هو شوفي أختي الفاضل عندما يحصل اتفاك مثل هذا على إنشاء سلطة التوافقية فمعنى هذا أننا سنعود إلى الحالة الصحيحة التي أنقلب عليها هادي والتي أنقلب عليها العدوان الذين اعتدوا على اليمن لأن العملية السياسية في اليمن تقوم على أساس التوافق وأي طرف يسعى للانفراد بالقرار السياسي كما فعلت بعض القوى السياسية الآن الموجودة في الرياض هذا يعد انقلاب على العملية السياسية تريدوا أن نعود للعملية السياسية الصحيحة يجب العودة إلى التوافق وإنشاء سلطة التوافقية لمدة سنتين لمدة خمس سنوات تستوعب جميع الأطراف وتقوم الحكومة ليس فقط بس سلطتها على كل المحافظات ولا فقط استلام السلاح من جميع الأطراف أيضا العداد للانتخابات القادمة أيضا مكافحة الفساد أيضا قضية هذا الأخ الذي تكلم عنه قضية أنه يعني أنه الآن مثلا في الهاشمين تم تعينوا في مؤسسات الدولة هذا الحل ممكن يكون حل بسيط أيضا هناك تعينات من قبل الطرف الآخر ممكن أن نحن نرجع إلى ماذا نرجع إلى نضع ضوابط ومعايير على الجميع الموظفين سواء اللي باي توظفه من الآن ولاحقا أو الذين سبكت توظيف لهم في السابق نضع ضوابط ومعايير ووفق قانون المفاضلة نعم ضوابط ومعايير وبعد ذلك تقصد أنه عفا الله لا يجد مشكلة في هذا الجانب أنت تقصد إذن عفا الله عما سلف التعيينة التي تمت خلال فترة الإنقلاب وكل التقريف لمؤسسة الدولة خلال العام والضحايا كلها تنتهي نبدأ نصفر العداد ونبدأ بنقطة الصفر طيب سيد محمد البخيتي ونحن هناك تقعينات غير راضين عنها ونحن هناك تقعينات غير راضين عنها من قبل الطرف الآخر في المرحلة السابقة أنتم عمون أنتم سلطة الأمر الواقع ولا قرارات إلا بموافقتكم يعني على أي حال سيد غمدان إذن بهذا المنطق يعني منطق تنافى تماما ليس فقط مع القرار أمام 22-16 وإنما مع كافة المرقعية التي توافق عليها كل اليمنيون يعني ليس فقط القرار وإنما المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني برأيك ما هي السيناريوهات إذن القادمة ما بعد الكويت إذا ما أخذنا بالاعتبار هذا المنطق بأنهم قادون فعلا فيما يقوله الآن سيد البخيتي والله من المؤسس أنه نظل نبحث عن سيناريوهات يعني في ظل عدم وجود رؤية لهم أساسا للمرحلة المقبلة يتحدث عن حكومة عن شراكة وطنية عن كده ويقول لك أنه الرئيس مش شرعي فأنا طبعا أنا مني نجاي أناقشه ذا كيف يعني فبالتالي الموضوع أعتقد أنه صار أصعب من أن نمجر نعم غمدا سأعود لك فقط أريد أن أسأل سيد بخيتي سؤالة من هو رئيس الجمهورية إذن محمد البخيتي محمد الحوتي نعم أسألت سيد محمد البخيتي من هو رئيس الجمهورية شرعي الآن لك حالة فراغ في السلطة التنفيذية انتظر سيد غبداء السؤال لي ولا لك لك سيد البخيتي هناك حالة هناك بعد استقالة هذه واستقالة حكومة بحاه حصل فراغ في السلطة التنفيذية ولا بد من سد هذا الفراغ بشكل توافقي هذا من نحيا أيضا أنا أريد أن أسأل أخي غمدان لا لا أسألك الآن من هو رئيس الجمهورية اليمنية نعم من هو رئيس الجمهورية اليمنية لا يوجد لا يوجد رئيس جمهورية شرعي في اليمن نعم لا يوجد إذن عودة إليك سيد غمدان اليوسفية طبعا وبالضرورة أنا أعدي سؤال لأخي غمدان لمن نسلم السلاح نعم إذا تحدث أستاذ غمدان وهو سؤال أخير لمن يسلمه السلاح وما هو السيناريو القادم لا بشرعية ولا معترف أساسا أنه في حكومة ولا رئيس شرعي ولا معترف أنه في أساسا قوات مسلحة ما زالت على قيد الحياد كان يفترض أن تتسلم وفقا للنقاش الذي دار في الأمم المتحدة أنه هناك قوات حفظ السلام اليمنية التي لم تدخل في هذه الحرب هناك عدد من المناطق العسكرية التي لم تشارك في الحرب هذه المناطق كان حتى لواء العمالقة كان ضمن الألوية التي يناقش فيها الأمم المتحدة أنه هذه ستكون القوة المسلحة التي ستتسلم السلاح من زملاءهم السابقين هذا تعرض للقصف عدة مرات كل هذه تفاصيل لكن حتى هذه اللحظة أنت تريد حكومة شراكة ولا تريد شخص يعني يقوم بإصدار أخي الفاضل ماين السلطة لابد من السلطة الآن الجيش منقسم أخي الفاضل هل تقول سلم للجيش؟ أي جيش؟ الجيش منقسم؟ الأمم منقسم؟ نعم يعني أين السلطة التي ستسلم السلاح؟ تقول لي سلم لمعسكر نعم النقاش هو ليس بهذا الشكل يعني سيد البخيتي يعني الجميع يعرف بأن ما يحصل في اليمن هي سلطة شرعية وانقلاب وأن رئيس الجمهوري لمقدم استقالته إنما تم ملاحقته إلى عدن إلى أن وصل إلى الرياض وتم قتل حراسته الشخصية وضرب مقر إقامته في عدن أشكركم ضيفية الكريمين السيد غمدان اليوسفي الكاتب الصحفي كنت معنا من القاهرة كما أشكر سيد محمد البخيتي عضو مكتب السياسي لأنصار الله في حتام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة